موسيقى السلام عليكم راحين هلا نصور مع البروفيسور ايهان نصور معه فيديو مشان يحكي عن الفرق بين قليتي و قليتي الهندسة وشان نزل على صفحة الاتحاد السلام عليكم الحمد لله خلصنا مع الستاذ ايهان طبعا هنا تشوفوا نعم هو الاستاذ مع انه هو دكتور هون ما في ما في مثل بسوريا انه لازم الدكتور النادي دكتور لا الكل هوجة كل استاذ فهو بروفيسور استاذ خلاص يعني الكلمة موجودة يعني لازم الطالب يقول هنا ما بروح نقوله دكتور ايهان لا ايهان هوجة خلاص يعني باسمه هو المعلم فهذا الشي الصحيف برأيي انه هو بنهاية معلم وين ما وصل ارشاهاته هو بنهاية معلم مع معلم عن معلم يختلف يعني مو كل واحد قال عنده معلم هو معلم رجعنا طبعا نشلت الكاميرا العرسة الخمسين بسبب انه عرسة الخمسين كثير قريبة فاااااااا فما اني حط الميكروفون فباش عمضل شغالة على الحساس مايكل الكاميرا فرجعت الخمسين الـ 18.55 وعمصور فيه هلا هلا بدنا نشوف وين بدنا نروح يعني غالبا حاجة ع السكن لانه بدير ارتب اغراضي فجيكون اغراضي قسوص اللي لازم نقلها ع السكني التاني اللي هلا راح انتقل عليه هاي وصلنا السكن هاده سكن تحسين بانجو اولو هان هذا المدخل هالمرة واضح المدخل مو متل المرة الماضية في تقريبا خمس بلوكات او اربع من خمس اقسام سكن كبير بساعة تقريبا حوالي 2000 طالب بس يعني كنت احزروا كم واحد بالغرفة ست اشخاص بالغرفة فيه في بلوك هون فيو 8 اشخاص هلأ شو الفكرة من السكنات هون اللي بتختلف عن سوريا انه هون في سكنات خاصة من الطلاب وفي سكنات حكومية السكنات الحكومية فيه اربعة بستة اثمان اشخاص السكنات الخاصة اقل بتكون يعني اثنين فيه احيانا واحد وفيه احيانا ستة هلأ الفكرة من هون السعر يعني السعر بالسكن الحكومي انتو عم تحكوا عن 168 ليرة بالشهر متضمن الاخطور والاكل اللي هو يعني مقارنة بالسكنات الخاصة الاكل ممتاز ممتاز جدا بالنسبة لسكني هون هذا 168 ليرة الدفع كنت بسكن قبله خاص كان الدفع فيه 750 ليرة فيه فرق كبير طبعا بين السعر السعرين يعني ولكن فيه فرق يعني واضح رغم انه هنيك مكان كان ابعد كان الاكل سيء جدا اشعر المميزة كانت انه شخصين بالغرفة هلأ عندي انا هون ستة اشخاص بالغرفة قاد مع ستة ولكن يعني ما لقيت فيه مشكلة كبيرة يعني هاي اللي انا كنت متوقع أبما اجي لهون كنت مفكر انه انا رح ايش الجحيم هادا هاي السنة لكن الحمد الله يعني كان الامر ممتاز كان فيه الاكل طيب مثلا كثير كان غرفة الدراسة فيه غرفة الدراسة الواحد فيه يطلع عليها نت سريع كان موجود فيه حديقة هون هاي اللي انا خليكم اياها هاي كاي كلها فيه الواحد يعود فيها هاي هون مداخل النمر اللي فيه الغرف هاي هون مداخل النمر اللي فيه الغرف هيني غرفتي هاي مداخل النمر اللي فيه الغرفة هاي لي جديد هون ما شاء الله منظر قزقزح جميل جدا طبعا هلنا رايحين على فطول اليسابي عيدات الملحة في بول بر وصلنا على مكان الفطول أي عالم ذاك عم استنوا نادعوا بعده رئيس اتحادنا مرضي يطلع معي اليوم يصطفل خيو المهم في هون الفطول ها أساس هو طلاب المتخرجين من المنحة بس نحنا يعني يجينا معهم هيك هالبيعة موسيقى 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 أخيرا تنص الفطور مراجعين هلا على السكن كان فطور طيب والله تمام يعني بعدها شفنا الطلاب تخرجوا واللي خلصوا جامعتهم وارتاحوا خلصوا منتعب سنين ضغط دروس وامتحانات ومشاريع خلص كله في اليوم تكرموا طبعا قبل إدارة منحة تركيا وبس ترجمة نانسي قنقر